اهلا بكم ثمت اجماع عراقي ان ازمة البلاد الحقيقية تكمن بضعف نظامه السياسي الحالي وهشاشته لكونه نظاما منبثقا عن محاصصة طائفية وعرقية اعتمدت بعد العام 2003 حيث تمكنت الاحزاب الطائفية من السيطرة على المشهد السياسي برمته في العراق بعد اول انتخابات برلمانية اجريت في عام 2005 وبقيت هذه الاحزاب متحكمة في كل شيء في العراق عقب كل الدورات البرلمانية التي عرفها العراق تصارعت هذه الاحزاب على الحكم على اسس المحاصصة المذهبية والقومية والطائفية وشكلت كل الحكومات السابقة في العراق توافقيا لارضاء القوى الرئيسة التي تفردت بحكم العراق حملت هذه الاحزاب المسؤولية الكاملة عن الوضع المتدهور الذي آل اليه العراق رغم الموازنات المالية الهائلة التي بلغت اكثر من تريليون دولار ورغم مضي نحو ثمانية عشر عاما من التخريب والفساد والطائفية وهيمنة الميليشيات الا ان هذه الاحزاب ما زالت على صراعها القديم الجديد المحتدم في كل انتخابات لتقاسم المغانم والمناصب العليا الحكومية العليا بغض النظر عن الاداء الانتخابي والفوز او الخسارة ونزاهة الانتخابات دور الانتخابات التي شهدها العراق بعد العام 2003 والبرلمانات التي انتجتها في تخريب العراق واشاعة الفساد والطائفية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية ما الذي قدمته الدورات الانتخابية السابقة للعراق وشعبي حتى توصف الانتخابات الجديدة بالمحطة المفصلية والحاسمة والرئيسة ألم يكن اجراء الانتخابات البرلمانية بعد العام 2003 ضربا من العبث والتضليل السياسي لأن الكلمة الفصل في النهاية للمحاصصة وليس للصندوق الانتخابي أو الإرادة الشعبية ثم ألم تقدم كل الدورات البرلمانية السابقة الغطاء السياسي والقانوني للفساد والميليشيات وبقية أشكال التخريب في العراق لكن هل تم تسبيل آخر للتغيير السياسي في العراق غير الصندوق الانتخابي وفرض الإرادة الشعبية كما يقول أنصار العملية السياسية أليست هذه الانتخابات مختلفة كليا عن الدورات الانتخابية السابقة التي ساهمت بترسيخ الفساد والطائفية لأن الوضع العراقي الحالي مختلف عما كان عليه ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الرزاق الدليمي ثامر العلواني صوت الشعب والمدافع عن قضاياه والحامل لمطالبه هذا هو البرلمان في دولة الديمقراطية إلا في العراق يعد البرلمان ناطقا باسم الأحزاب والميليشيات ومشرعا للقوانين والمشاريع التي تقف في وجه إرادة الشعب فمنذ تأسيسه على قاعدة العملية السياسية بعد عام 2003 والبرلمان ميدان صراع سياسي وحزبي ومحط غايات ومصالح ضيقة وساحة مناكفات وسوق لتقاسم مقدرات العراق وتوزيعها بين الكتل النافذة مسيرة البرلمان التي تمتد لأكثر من 15 عاما منذ حكومة المالك الأولى تفتقر لأدنى درجات التخطيط التشريعي وتشهد تخبطا واضحا لإقرار المشاريع الصغيرة فضلا عن الكبيرة فكم من موازنة تأخرت وكم من قانون عطل عندما لا يتناسب مع مزاج التيار السياسي الجارف حتى بات حديث النواب عن فضائح الجلسات البرلمانية أمرا اعتياديا يوميا ولعل أكثر ما تضرر منه العراقيون على مستوى البرلمان هو إعطاء التمثيل الطائفي الأولوية في كل شيء بعيدا عن كفاءة النائب أو وطنيته فلا الشيعة تستفادوا من نوابهم ولا السنة تحصدوا شيئا مما يتكلمون باسمهم سوى المتاجرة بقضاياهم في خضم الدعايات الانتخابية وكذلك الأكراد وغيرهم معضلة البرلمان في العراق لا تقتصر على رداءة عمل النواب بل لأن العمل البرلماني مقنن بمسارات العملية السياسية الفاسدة فالسلطة التشريعية والتنفيذية بيد الأحزاب النافذة تمرر ما تشاء وتعرطل ما تشاء فأي معنى للديمقراطية إذا كانت سلطة السلاح هي من تفرض سياسة الأمر الواقع أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في دور الانتخابات السابقة والبرلمانات السابقة في تخريب العراق وإشاعة الطائفية والفساد وتقديم كل أنواع الدعم خاصة الشرع بين قوسين للفساد والميليشيات وما إلى ذلك ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي سيكون معنا في السوديو وسيكون معنا عبر سكايب بن العاصمة الأردنية عمان أستاذ الإعلام والباحث السياسي الدكتور عبد الرزاق الدليمي ومعنا أيضا من عمان دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله أهلا لو بدانا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هناك اتهامات للبرلمانات السابقة يعني أنها ساهمت في تخريب العراق كانت جزء من منظومة التخريب أضفت الدعم بين قوسين الشرعية بين قوسين على كل الطبقة السياسية فساد وإلى ما لذلك فقط هذا الدور قامت به البرلمانات ألم تكن حالة أو مظهر من مظاهر الديمقراطية في العراق بعد العام 2003 وثلاثة ممارسة شعبية سياسية تفرد بها العراق الجديد وغير موجودة في دول المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام أهلا دكتور الحقيقة هي مظهر من مظاهر الفوضى مظهر من مظاهر التبعية مظهر من مظاهر الطائفية والإثنية مظهر من مظاهر المحاصصة التي توافقوا عليها منذ عام 2003 والتي بدأت واضحة في تشكيل مجلس الحكم وبعد ذلك في أول انتخابات ما يسمونها بانتخابات عام 2005 الأحزاب التي شاركت في الانتخابات طوال هذه السنوات في عام 2005، في عام 2010، 2014 و2018 واليوم هذه اللي يسموها مبكرة والحقيقة هي ليست مبكرة لأنها تسبق الموعد الأصلي للانتخابات من 6 أشهر وقل من 6 أشهر، فلا أعرف لماذا يسمونها مبكرة الآن عموماً، كل هذه ما يسمونها بالانتخابات هي بنفس الوجوه، نفس الأحزاب، نفس القوى التي شكلت العملية السياسية وتوافقت عليها بمحاصصات طائفية وإثنية هذه واقع الحال فلذلك الأحزاب أفرزت قوى دخلتها إلى البرلمان هذه القوى تمثل هذه الأحزاب ولا تمثل الشعب العراقي لذلك طوال هذه السنوات القوى التي كانت برلمانية أو يسمى برلمان، سواء برلمان في المئة 5، في أنه 10، في أنه 14، 18 هذه وحتى البرلمان الحالي الذي سيحل بعد أيام هذه لا تمثل الشعب العراقي تمثل الأحزاب والقوى التي رشحتها لذلك كانت تحاول أن تحقق أهداف هذه الأحزاب وأهداف هذه القوى من العملية السياسية أولاً بتثبيت العملية السياسية بمكاسب والمغانم وتعميق الفساد وهذه ربما تحدثنا عنها كثيراً المؤسسة الوحيدة التي تعمل وتخدمها كل الأحزاب والقوى التي في العملية السياسية هي مؤسسة الفساد لذلك أنت تحدثت في التقرير أو في مقدمة برنامجك الكريم تحدثت عن أكثر من تريليون دولار صرفت أو نهبت طوال هذه السنوات من عام 2003 طوال 18 سنة الحقيقة هذه الأحزاب والقوى التي نهبتها والشعب العراقي لم يجني سوى الفقر نسبة الفقر الآن تتجاوز 36% أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر هناك أمي 8 ملايين أمي هناك انهيار بالتعليم انهيار بالصحة انهيار بالخدمات كل شيء استيراد من الخارج العراق بلد متاح والشعب العراقي مستهلك لا مصنع لأي شيء حتى الزراعة حتى الصناعة التي كانت موجودة عندها انتهت وكل البناء التحتية انتهت إذن من المسؤول؟ هذه القوى التي يسمى تشريعية برلمانية والتي تخرج منها الحكومات هي المسؤولة عن كل هذا الخراب كل هذا الدمار والآن يعيدون تدوير هذه النفايات في كل سنة يعيدون في كل انتخابات يعيدون تدوير هذه النفايات هذا الخراب هذا الفساد تحدث عن جزء منه البرلمان جهة رقابية وتشريعية ما علاقته بمجال مسؤولة عنه التنفيذين يعني الحكومة كنت أتحدث قلت انه هذه القوى التي تسمى تشريعية هي تمثل الأحزاب خارجة من رحم الأحزاب وهي تمثل الأحزاب لا تمثل العراقيين والأحزاب لها حصة في هذه المكاسف في هذه الأموال هذه القوى هي التي تسخر القوانين وتسخر كل شيء في البلد وتسخر حتى الحكومة وتبني الحكومة بالشكل الذي يخدم هذه الأحزاب ويخدم العملية السياسية فبالتالي ترسخ الطائفية ترسخ المحاصصة ترسخ الفساد هذا هو واقع الحال فلذلك البرلمانات هذه ليست برلمانات تشريعية مثل ما يعني نعرفها في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية لا هذه جاءت لخدمة أهداف معينة أحزاب معينة هي أحزاب السلطة أحزاب العملية السياسية فبالتالي هي جزء من هذه منظومة الفساد والخراب والدمار لذلك لا يمكن الحديث عن فصل بالسلطات في هكذا تشكيله من المحاصصة الطائفية والإثنية لا يمكن الحديث عن فصل بالسلطات سلطة شريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية أبدا هذه كذبة كبيرة لدينا كل السلطات متداخلة وكلها تخدم مشروع واحد ومؤسسة فساد واحدة هذا ما يحدث في العراق منذ عام 2003 لحد الآن دكتور عبد الرزاق الديليمي أولا مرحبا بك معنا احنا وسلم دكتور إذا كانت الانتخابات السابقة أو كل الانتخابات كما يقول دكتور رافع وآخرون أنها تمثل قوى العملية السياسية الطائفية الحزبية وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشعب في العراق لا بهمومه ولا بآماله إذا لماذا ذهب قسم لا بأس به من الناس للانتخاب في الدورات الانتخابية السابقة إذا كانت هذه الانتخابات لا تمثلهم لا تعنيهم شكرا جزيلا عن الصدافة وشكر أيضا تحيات لضيوفك الكرام والجمهور عزيزي أولا لازم نعرف أن احتلالك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني والنظام الملالي في إيران كان هدفه هو تخريب وتدمير هذا البلد وضياعه من الوجود الجغرافي والسكاني والمكاني ولذلك لو عدنا أساسا إلى أهداف الاحتلال وجدنا أن واحدة من أهم أهداف الاحتلال هو إزالة ما يسمى بالدولة الدولة العراقية بمعنى أن هناك عملية إزاحة لنظام ولدولة قائمة تمتد إلى قرون طويلة بصرف النظر سواء كنا تحت هيمنة البيطانيين أو هيمنة العثمانيين كان هناك دولة وهذه الدولة لها حضور وتأثير على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي عندما جاء الاحتلال لا بد من سيناريوهات تبرر أمام العالم أن هناك نظام جديد وهذا النظام يأخذ شرعيته من ما يسمى بالانتخابات ولو عدنا قديدا إلى الخلف من الذين يشاركون بالانتخابات طبعا كثير من المواطنين العراقيين للأسف لحد الآن يعني هم ناس مغرر بهم ناس لا يزالون أسيرين للانتماءات الفرعية على حساب الانتماء الأساسي الذي هو الوطن إذا لاحظنا الاحتلال ماذا فعل؟ فعل قسم العراق إلى ثلاث أقسام العرب قسمهم سنة وشيعة والأكراد يعني لا هو تقسيم قومي ولا هو تقسيم ديني اللي حصل أنه البيئة التي فرغت من القوة السياسية يعني نحن لازم نعترف أنه عندما تم احتلال إراق البيئة تحول من نظام من دولة من وضع سياسي معين إلى وضع سياسي يكاد يكون فارغ من الذي ملأه ملأته هذه القوة اللي أنا سميها القوة المتوحشة هذه القوة التي لا تمتلك رصيد ولا تمتلك أيديولوجية محددة لا تمتلك تصورات ليس لديها مشروع لبناء دولة كل ما في الأمر أحزاب طائفية أحزاب تحاول أن تخدم المشاريع الفرعية التي تنتمي إلى أيدولوجيات خارجية ولهذا السبب الذين ذهبوا للانتخابات حقيقة ذهبوا في مرات الأولى بسبب طائف ثم في المرحلة اللاحقة هناك ناس استفادوا من العملية السياسية السيئة في العراق وذهبوا لكي يحافظوا على مكاسبهم ولهذا السبب نشوف الشعب العراقي عندما وعى وانتبه خصوصاً أبنائنا في جنوب العراق وسط العراق بعدما شعروا ولمسوا لمس اليد أن هذه العمل السياسية وجدت لتقريب البلد لتدمير حياتهم لتدمير مستقبلهم لذلك اتخذوا المواقف الحقيقية الصحيحة السلمة نعم هي لم ترتفع لحد الآن هذه المواقف للمستوى المطلوب ولكن هي بداية وأنا بالنسبة لي أعتبر هذه البدايات بدأت ولن تقف إلا بعد أن تحقق غايةها نعم قد تأخذ وقت نحن نتحدث مثلاً عن انتخابات 2018 من الذي ذهب وعطى أصوات ووصل القسب إلى حد كما يشيعون طبعاً هو أقل من 18% هؤلاء هم فقط الذين تم تعينهم بما يسمى بالحشر الشعبي بالميليشيات يعني هناك قوى تم توظيفها مادياً مكاسب مادية هي التي ذهبت إلى انتخابات طرعاً زائداً موضوع التزوير وموضوع التفاهمات الجانبية بين هذه القوى ما أنتج عندنا هذه العملية المشوهة ومترتب عليها طبعاً من قيام ثورة عالمة في عام 2017 واضح دكتور ثامر أهلاً وسهلاً بك حياكم الله أخي الكرم دكتور هناك من يعتقد أن الانتخابات التي تجرى في العراق التي أجريت في العراق والتي ستجرى في العراق ستة دورات برلمانية لحد الآن من عام 2003 إلى اليوم هي نوع من العبث نوع من الخداع والتضليل السياسي لأن الكلمة الفصل في النهاية للمحاصصة للتوافقات لتوزيع المغانم بين الشركاء العملية السياسية وليس للصندوق أو للصوت الانتخابي الشعبي ألا ترى أن العملية فيها تحامل كبير هناك فعلاً محاصصة وهناك توافقات وترضيات وما إلى ذلك لكن هناك أيضاً صندوق انتخابي وهناك مصوتين إرادة شعبية كما يقال القضية ليست خالصة للمحاصصة هذا الصوت الانتخابي هناك من يقول أنه ينمو ربما الآن ضعيف لكن في دورات قادمة سيقوى ويقوى وهو الذي سيغير بداية تحية لحضرتك وتحية لضيفيك الكريمين دكتور رافع دكتور عبد الرزاق أهلاً وسلم أخي الكريم الانتخابات القادمة والتي سبقتها حصراً نتكلم عن انتخابات القادمة كل إحصاءات تشير والتقارير إلى أنها ستشهد مقاطعة كبيرة من الشعب العراقي لأن قناعة العراقيين أصبحت واضحة أن المشاركة لن تغير شيئاً وأن نتائج الانتخابات محسومة لأن الميليشيات هي من تتصدر المشهد القادم بكل مفاصله الرئيسية وهذه النتيجة صرحت بها حتى الصحف العالمية بأن الانتخابات في العراق تشهد حضور لافت لقوائم الميليشيات بمعنى أن المواطن العراقي أصبح الآن يعي تماماً أن نتائج الانتخابات ستزور والمال السياسي هو من يتحكم فيها سواء أدل المواطن العراقي بصوت لشخص معين أو لم يدل بصوته نهائياً فالأسماء التي تريدها الميليشيات والأحزاب المتنفذة هي من تستحوذ على البرنامات سواء السابقة وأيضاً هذه اللاحقة التي ستجري بعد أيام هذا يعني أن المواطن العراقي أنا أخالف الأستاذ عبدالرزاق الدليمي الآن المواطن العراقي أثبت منذ انتخابات 2018 أنه أصبح يعي تماماً أن مشاركته تعني إعطاء الشرعية للفاسدين إعطاء الشرعية للسارقين كي يستمروا في سرقة العراق ونهم ثرواته وتدمير الأجيال القادمة هذا تطور إيجابي بالنسبة للشعب تطور كبير جداً أما الجديد في هذا البرلمان الذي سوف يأتي أن القوى المرتبطة بإيران تتصور أنها حصلت على الشرعية في استحواذها على السلطة في البرلمان وفي الحكومة من خلال الانتخابات لأنهم لا يعترفون بمدخلات العملية الديمقراطية إلا من خلال شيء واحد وهو إجراء انتخابات وهي مزورة أصلاً غير معترف بها حقيقة ولكن بالحقيقة هذه الجهات التي تمتلك هذه الجهات لا تمتلك شعبية جماهيرية وهي تجعلها ممكن أن تصل إلى مرحلة ممكن أن تمثل العراقيين لأن رأينا في 2019 انتفاض التشرين ثورة التشرين كانت واضحة في رفض جميع هؤلاء ولولا المحاصصة واستحواذ السلطات على القوة واستخدام السلاح والمال في رفض في فرض نتائج الانتخابات لما رأينا هذه الوجوه وحتى بعثة الأمم المتحدة التي هي داعمة بقوة للانتخابات في العراق أقرت تماماً بأن الأحزاب المتسلطة في العراق هي من تتحكم بانتخابات العراق وهي من تفرض نتائجها من هذا الجانب فهذا يعني أننا أمام انتخابات تخضع تماماً لسيطرة الميليشيات التي هي بنيت أساساً على المحاصصة الطائفية والعرقية يوجد أيضاً هناك جانب آخر اللي هو الجانب الخدم إذا أتينا إلى دكتور اسمعني نعم اسمعني دكتور مفوضية الانتخابات الحقيقة استبعدت الميليشيات وميليشيا الحشد من التصويت الخاص يعني ألا يعد هذا التطور أيضاً مختلف؟ لا بالعكس على التطور سلبي جداً لماذا هي لم هي لم يعني تجعل انتخاب خاص لهذه الميليشيات لأنها لا تمتلك معلومات وبيانات عن هؤلاء عن هذه الميليشيات عن أعدادها عن كم هي موجودة أعدادها لا تمتلك شيء فإذا هناك تكتيم وتعمية وتعمية تامة عن هذا الجانب الذي هو جانب خطير جداً فكيف مفوضية هي المسؤولة على الانتخابات لا تعلم أعداد هذه الميليشيات في العراق والتي هي ستكون عامل مهم في تغيير الانتخابات لأننا نتكلم عن أكثر من 140 عنصر ميليشياوي تحت هذه السلطة أنا أقول هناك جهتان رئيستان ستتصارع على رئاسة الحكومة من خلال هذه الانتخابات القادمة وهتان الجهتان لديها أذرع ميليشياوية مسلحة تسيطر على أغلب مساحة العراق ستحاول كل جهة أن تفرض شخص من جهتها خصوصاً أن هذا الأمر صرحت بي هاتان الجهتان قبل أسابيع وأشهر المالكي من جهة وكتلة الفتح المالكي وكتلة الفتح من جهة وأيضاً مقتدس طدر وسائرون من جهة أخرى كلهم يقول أنهم سيفوز بمقاعد أكثر وأن رئاسة الحكومة ستفضي إليه بالنتيجة سوف تنتج هذه الحكومة هذا البرلمان وهذا الصراع بالنتيجة سوف يضي إلى تراضي بين الطرفين هذا التراضي سينتج حكومة ضعيفة ستعمل على إرضاء هذه الأطراف لأنها ستكون بالنتيجة ضعيفة جداً وبالتالي سيحرم الشعب العراقي من توفير أقل الخدمات الضرورية المسار المعتمد أعتذر منك بس عندنا فاصل حتى نتوقف بعدين نرجع وهو المسار المعتمد من 2003 وحتى اليوم أشكرك إذن مشاهد الكرام بعد الاستئذان من ضيوفنا جميعاً ومنكم نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم عن دور البرلمانات أو انتخابات البرلمانية في تخريب العراق وترسيخ وإشاعة الفساد والطائفية خلال الفترة الماضية بعد الفاصل نعود بقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في دور البرلمانات والانتخابات السابقة في تخريب العراق وترسيخ طائفية والفساد ضيوف الحلقة الدكتور رافع الفلاحي الدكتور عبد الرزاق الدليمي والدكتور ثامر العلواني دكتور رافع يعني كيف يتهم أو تتهم البرلمانات السابقة أنها كانت كان دورها مقتصر على التقديم الغطاء القانوني أو الشرعي بين قوسين للفساد والميليشيات والطبق الفاسد يعني جميعاً وكل أشكال التخريب الأخرى في البرلمان هناك لجان عديدة تتحدث عن مساوى السلطات التنفيذية التي مرت على العراق الحكومات يعني هناك لجنة لحقوق الإنسان تتحدث عن انتهاكات هناك لجنة النزاهة تتحدث عن عن فساد والاعتداء على المال العام وغيرها من اللجان وهذه كل يتهي لجان منبثقة من البرلمان الذي يتصادف مع السلطة التنفيذية القضية بالنهاية كما يقول الأنصار السلطة البرلمان ليست أداة طيعة بيد الحكومة بالكامل داني قبل أن أجيبك على هذا وسأجيبك بتفصيل شديد ربما لكن داني أعرج فقط على ما قلناه قبل الفاصل وكنت تحدث مع الدكتور ثامر حول الحشد من عتل فوضية العليا من السؤالي هذا نعم أو مداخلتنا أمميها ورد أن أقول لك عندما هناك تصويت خاص وتصويت عام نعم هم جعلوا تصويت خاص بالتصويت العام هناك قوى الجيش والأمن وقوى معينة تصويت بالتصويت الخاص ويمكن أعتقد يوم الثمانية بالشهر نعم والآخرين يذهبون إلى التصويت العام الحشد كل واحد منهم بالمطلق يمتلكون هويته نعم هوية عسكرية وهوية ميليشيات حشد نعم فهو يصوت مع القوى الأمنية في التصويت الخاص سيصوت ولا تعرف عددهم طبعا عددهم لأنه في الجيش وفي القوى الأمنية يعني العباد يتحدث بحكومة تقالك هناك خمسين ألف فضائي ولم يتحدث بعدها ما الذي فعلوه مع الفضائيين الآن جد عدد الفضائيين لا أحد يعرف إذن وتحدثوا أيضا عن فضائيين بالحشد أعداد كبيرة جدا جدا فبالتالي هناك من هؤلاء موجودين فأنت سيصوتون بالتصويت الخاص وسيذهبون إلى التصويت العام بهوياتهم للحشد اللي ما تعرف أسماءهم والمفوضية سمحت لهم بالتصويت بدون أسماءهم يعني بدون أن تعرف أسماءهم ولا عددهم بالتالي سيدخلون وكما العدد سيصوت هذا جزء من هذه اللعبة هذا جزء من عدها الشيء الآخر أيضا تحدثت بي وحضرتك سألت عن الشرعية وغير الشرعية في الانتخابات هذه الحكومة وكل هذه القوى تتحدث عن الشرعية بطريقة أخرى يعني المفوضية العلية للانتخابات اللي يقولون هم مجموعة من القضاء المستقلين والحقيقة أنه هذا القضاء ما احترامنا لكل قاضي هم تابعين لأحزاب يعني يضعون الإطار الذي يخدم هذه الأحزاب ذلك يقول رئيس المفوضية العلية يقول أنه أحث الناس على الذهاب إلى الانتخابات لأنه أصواتكم لم تذهبوا ستذهب إلى غيرهم لا أعرف كيف ستذهب إلى غيرهم يعني هو لا يتحدث عن هذه المسألة بغض النظر عن هذه المسألة بس حتى لا تنسى سؤالي لا 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 ما أنسى سؤالك أنه هذه البرلمانات نعم ليست طيعة بيد الحكومات وكان في تصادم نعم نعم لكن دعني أكمل هذه فقط ويقول أيضا أنه هذا لن يؤثر على شرعية الانتخابات بمعنى أنه شرعية الانتخابات متحققة إن ذهبت ومن لم تذهبوا ليس هناك انتخابات في أي جزء من العالم إلا وهناك ثقف معين نسبة معينة من المشاركة ما قبلها وما بعدها يعني تعتبر مقبولة أو غير مقبولة 20% 5% 1% المشاركة إلا في العراق يعني إذا ذهب شخص واحد أدلأ بصوتها طيب هذه الشرعية من أين متعتية؟ لا أعرف هو يتحدث عن هذه شرعية المشاركة هكذا 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 يتحدث عنها لا أعرف كيف هذه الشرعية عموما أعود وأجيبك على سؤالك هذه البرلمانات التي تقول حضرتك أو في سؤالك تقول أنهم يدعون أنهم ليس لهم علاقة أو هم لديهم لجان تنتقد في نفس الوقت أنا أقول لك هذه اللجان هم التي تنتقد وتقول لا تفعل شيئا يعني ما الذي حققته؟ يعني هذا الحديث هم حتى يخرجون كل البرلمان يخرجون بالإعلام يخرجون على شاشة الفضائيات تتحدثون ويشتمون العملية السياسية ويشتمون الأحزاب وهم جزء منهم لكن ما الذي يتحقق؟ هذه جزء من محاولة امتصاص نقبة الجماهير هذه واحدة ثانيا هم ينتجون قوانين تخدم الأحزاب وتخدم العملية السياسية بطريقة خذ قانون الأحزاب اللي صدر قانون 36 عام 2015 ثلاثة أربعة مجمد وجزء من عنده والبرلماني يقدرون يطالبون بهذه القضية لماذا لم يتحدثوا؟ يقول أن كل الأحزاب التي تشارك في العملية الانتخابية من مادة ثمانية منه يجب أن لا يكون لديها جناح مسلح وكل القوى غالبيتها لديها أجنح مسلحة كيف يوافقون إذن هم يمثلون الأحزاب لأنهم جزء من هذه القوى المسلحة جزء من أنهم يرتدون البدلات والأربطة مثلنا لكن هم مقاتلين في الميليشيات هذه ويحملون السلاح فبالتالي هذه البرلمانات خذ قانون الانتخابات كيف صيغة بالطريقة التي تخدم الأحزاب وتخدم العملية السياسية وتحافظ على العملية السياسية فبالتالي هناك أحاديث هناك لجان تتحدث هذه لا تساوي شيئا أنت تبحث ما الذي تحقق ما الذي تحقق ومقابل هذا هؤلاء تصرف عليهم أموال كبيرة من أموال الشعب العراقي حمايات ورواتب وسفرات وأحاديث ومصائب كبيرة جدا جدا الخزينة العراقية مسخرة لهم وحصص في عقود ومصيبة كبيرة وتعينات هذه حقيقتها إذن هذه القوى البرلمانية نتحدث عنها هي جزء من الخراب أدات من أدوات التخريب والدمار للعراق وليست أدات من أدوات البناء يعني لا يمكن عزلها عن باقي الأدوات الأخرى هي جزء مكملة هي خادمة لها مثلما الأجزاء الأخرى تخدمها الجهات التنفيذية تخدم الجهات التشريعية والتشريعية والتنفيذية تخدم القضائية وهكذا والكل يخدم الأحزاب أحزاب العملية السياسية وهذه الأحزاب والقوى تخدم بقاء العملية السياسية التي فيها حياتهم وهذه الواقع دكتور عبد الرزاق هناك إجماع وهناك قناعة راسخة أن العراق فعلا بحاجة إلى التغيير إلى تغيير شامل وكامل بعد هذا الواقع المزري الذي بلغه البلد لكن الحقيقة ليس هناك من سبيل للتغيير سوى المشاركة في الانتخابات الصندوق الانتخابي بقية أساليب التغيير ما عادت مقبولة لا العالم يقبلها ولا الإقليم يقبلها ويعني حضرتك والتاريخ يعني يشهد التاريخ الحديث أنه الناس في العراق حاولت أن تغير بالمقاومة بالاعتصامات بالتظاهرات بالتظاهرات الأخيرة لم تصل إلى نتيجة ليس هناك من سبيل إلا المشاركة في الانتخابات عن طريق الصندوق الانتخابي الصوت الشعبي كما يقول أنصار العملية السياسية العالم لن يقبل أسلوباً آخر للتغيير إلا عن طريق هذا المسار لابد من هذا المسار ليس هناك من المسار آخر عزيزي أولاً نحن لسنا ضد الانتخابات عندما تجرى في بيئة وظروف وقانون مناسب بالعكس يعني الانتخابات في المجتمعات المستقرة هي ظاهرة صحية ظاهرة إيجابية ولكن نحن نتحدث عن بلد صمم له أن يخرب ووجدت أدوات وهذه أدوات التي تحدثنا أو تحدثوا عنها الأخوان قبل قليل يعني أنت تنشئ مجلس نواب متخصص في تشريع كل ما هو مدمر للبلد كل ما هو مضر للإنسان العراقي أنا قلت في المداخذة قبل قليل قلت أنه الولايات المتحدة ملكية حقيقة والدول التي شاركتها باحتلال العراق حقيقة لم يكن لديها يعني أي مشروع لبناء دولة أنت عندما تفكر في تهديم دولة في تدمير دولة سوف تؤسس لمجموعة من الكيانات من المؤسسات التي تعمل على تهديم وتحطيم وسرقة هذا البلد لذلك العملية انتخابية حقيقية جزء من الديكور السيء المراد تسويق العراق بشكل ما بعد الاحتلال إلى العالم يعني الآن في كل العالم يعني عندما ينظرون إلى أي بلد في العالم أحيقول لك والله بالعراق هناك العملية الديمقراطية وهذه العملية الديمقراطية أنتجت يعني مجلس وهذا المجلس أنتج من خلال إلى يعني أفضل إلى قيام حكومة فإذن هي العملية تسير بشكل صحيح الحقيقة هيثيات الموضوع اللي بس نحن نعرفها ولذلك نحن الآن مهمتنا يعني كإعلاميين كقنوات فضائية يعني مهمتنا أن نعكس للعالم نقولهم يا أخوان يا عالم ترى الذي هذا يحدث هو غير ما يصل إليكم يعني نحن هناك شغلتين هناك واقع حال وأقصورة تنتقل دعائيا إلى العالم لذلك هذه العملية يعني انتخابات 2018 سيئة الصيط اللي هي كلها تزوير كلها يعني أخطاء كارثية جرائم حقيقة عندما نقلت إلى العالم نقلت أنه انتخابات وهذه انتخابات أفرزت مجموعة من الناس العالم الآن يمين يقول لك مشيها يعني بكل هذه الظروف دكتور على ذكر مشيها يعني ربما قائل يقول أنه من الإجحاف أن تنسف تأريك كل الانتخابات التي جرت في العراق بعد عام 2003 هناك خمس دورات انتخابية جرت في العراق شارك فيها أناس في الانتخابات شاركت فيها تيارات وأحزاب لا يعقل أن هذه التجربة العمر 18 تخلو من شيء ناحية بعد إيجابي كلها سيئة مئة بالمئة أليس فيها ما يستحق فيها إيجابي بحيث يستحق أن يبنى عليه وإكمال هذا المسار يعني حتى نصل إلى إلى شيء مقبول على الأقل علميا دائما أكو ثلاث أناصر أساسية في أي عمل أكو مدخلات أكو سموها عمليات أوبريشن وعندنا نتائج عندما تكون المدخلات صحيحة والإجراءات سليمة تطلع عندك مخرجات صحيحة أهنا كل العملية ما يسمى عملية ديمقراطية في العراق بنيت على أساس خطأ يعني عملية عرجاء عملية معوقة من أساس لأن هدف المطلوب منها هو هدف معوّق هو هدف يعني تحطيم البلد تحطيم المجتمع العراقي إزاحة العراق كدولة ككيان كمجتمع له حضور له تأثير على مستوى الإقليم العالمي وتحويل إلى مجتمع معطل ومعطل يعني هو لا يستطيع أن يأدي واجباته بشكل صحيح وأيضا يأثر بشكل سلبي لكونه معطل ومعطل سيؤثر سلبيا على البيئة بالمجتمع يعني كنا نتذكر العراق قبل 2003 كان له حضور رغم الحصار كان لنا حضور يعني كمجتمع كدولة كان يحسب لها حساب الآن العراق عندما يعني تسمع اسم العراق في أي مكان رأسنا حيث يعني في ذهن الناس الفساد السرقة القتل الجريمة يعني كل الأشياء السلبية الموجودة في العالم الآن تساوي سمعة العراق في الخارج ولهذا السبب لا يمكن أن نقول أن هذه الاختبارات التي حضرتك سميتها خمسة أو ست اختبارات هذه الانتخابات أفضت عن شيء لماذا؟ لأن كل الانتخابات التي تأتي بعد أسوأ منها يعني بدأنا بسيء وننتهي الآن بالأسوأ ولذلك نحن لا ننتظر يعني حقيقة خيرا في هذه الانتخابات القادمة وأنا قلتها وأقولها مرارا من قبل فترة أنه أحنا هذه الفترة القادمة القريبة ستشهد أحداث يعني كبيرة ومهمة واللاعب الأساسي في هذه الأحداث سيكون الشعب العراقي هذه المنظمات هذه الحزاب هذه القوة العميلة المجرمة القاتلة الفاسدة إذا لم تغير أساليبها وتغير يعني حقيقة تهسب الانتخابات في العالم كله عندما تنظر لأي جهة عزيزي تنظر لها من خلال ماذا؟ خلال برنامج يعني أنت عندك برنامج يقول أنا برنامجي للأربع سنوات القادمة وأحد اثنين ثلاث أربعة انطيني الآن أي قوة من القوة التي شاركت من الانتخابات من الفين وثلاث إلى حد الآن هذا برنامج اللهم إلا برنامج واحد هو تدمير وسرقة وإفلاس العراق وتدمير الشعب العراقي فإذن نحن نتحدث عن مشروع مشروع تدميري مشروع فاشل هدف تعويق وتعطيل الشعب العراقي وإنهاء وجوده الإقليمي والدولي بالشكل متقامل دكتور ثامر حتى الكاظم وصف هذه الانتخابات أنها حاسمة أو محطة مفصلية هذه الانتخابات وهناك من يذهب أيضا بهذا الاتجاه أن هذه الانتخابات الحقيقة مختلفة عن كل الدورات الانتخابية التي شهدها العراق لأن الوضع في العراق الآن مختلف الوضع في العراق وصل مرحلة التورم القابل للانفجار برئيس دبوس لذلك غير مقبول أن يبقى بهذا الوضع هناك من التحدث أيضا أن هناك قوى دولية قوى إقليمية ما عادت تقبل بهذا الوضع الذي عليه العراق لأن ارتدادات الانفجار المرجح والمتوقع لن تقتصر على العراق ستتعدى حدوده لذلك لابد من شيء مختلف معطى جديد الانتخابات ستقدم هذه المرة حقيقة هذه الاصطوان المشروخة التي يتكلمون عنها أنها مفصلية هذه بكل انتخابات تجري يقولون هذه الاصطوان المشروخة التي أصبحت لا تنطلع على الشعب العراقي ولذلك لكن اللافت في هذه الانتخابات والدعوة إليها أن الحكومات والأحزاب سخرت كل شيء من أجل تمرير هذه الانتخابات فترى المؤسسات الدينية ترى الشخصيات والعمائم كلها أصبحت تطالب المجتمع بالعزوف عن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات ولكن المواطن الآن يعرف تماما أن الانتخابات هي موسم انتخابي لا تغير من واقع الفشل الذي فيه العراق ومن فشل الحكومات المتراكمة والمتعددة شيئا ولا يمكنها أن تلبي متطلبات الشعب الضرورية بالمقابل السياسيون يرون أن الانتخابات مناسبة لشرعنة بقاءهم في الحكم والسلطة وسيطرتهم على موارد الدولة ولا يهتمون بما يجب أن يقدمه هذا البرلماني وهذه الحكومة للشعب العراقي لأن دوائر صنع القرار السياسي في العراق تستجيب فقط إلى مطالب القوة السياسية والأحزاب السياسية وتخضع لضغوطات الإرادات الخارجية ولا يوجد في بالها أبدا الاستجابة لمطالب الشعب العراقي ورأينا مظاهرات استمرت أكثر من سنة ولم يستجب للحكومة ولا البرلمان إلى مطالب الشعب العراقي فقط أنهم أجبروا الحكومة على الاستقال ولذلك متطلبات وحاجات المجتمع لا تحظى باهتمام أي حكومة وأي برلمان لأن الأولويات في الحكومات والبرلمان هي لتوزيع موارد الدولة ومؤسسات الدولة بين الأقطاب السياسية كل حزب حسب قوته وحسب تأثيره بالمشهد السياسي والباقي سوف يوزع على حاشية السلطة لأن هناك شواهد وأدلة على وجود تزوير كبير جدا انتخابات 2018 كانت انتخابات فاضحة بطاقات انتخابات يعني حتى من فوضية الانتخابات قالت أن هناك أعداد مهولة التي سرقت من بطاقات الانتخابات وصلحت بذلك هناك استغلال للأسف لمعاناة الشعب العراقي وهذا هو ممكن سبب لمشاركة البعض بمعنى أن الأحزاب السياسية توعد المهجرين والنازحين في حال أنه انتخبتهم سيتم إعادتهم إلى مناطقهم وفي حال أنه انتخبتهم سيتم تعمير مدنهم ورأينا يعني منصات للسياسيين تتكلم بهذا الإطار ولكن في الحقيقة هم منذ الذي أصبح عشر سنوات في البرلمان والذي هو رئيس البرلمان والذي أصبح أكثر من أربع سنوات ومن ثمان سنوات هو لم يقدم شيء للعراق فلماذا يكررون هذه الخدعة إذن هناك مسلسل خداع واستغلال لمعاناة الشعب العراقي من أجل أن تستمر هذه السلطة لتحقيق المكاسب بالنتيجة هناك توجه إلى أن يكون شكل الحكم بالعراق شكل ميليشياوي في البرلمان والحكومة لتنفيذ الأجندات السياسية التي تضر بالعراق والعراقين وكلها للأسف تسير باتجاه واحد بأن العراق في الانتخابات القادمة والبرلمان القادم سيكون عبارة عن محمية إيرانية لأن البرلمان والحكومة هم سيكونون الجناح الأكبر لتنفيذ المشروع الإيراني في العراق دكتور أيضا هناك اتهام لدعاة المقاطعة الشعبية والعزوف عن المشاركة في الانتخابات أن هذه الفئة هؤلاء الدعاة خائفون وفاقدون الثقة بقدرة الشعب على التغيير عن طريق صناديق الاقتراع وعن طريق هذا الشعب يستطيع أن يدفع بقوى جديدة دماء جديدة وجوه جديدة شبابية مختلفة عن القوى أو الحيتان الكبيرة الصحيح المفروض أن يحث الشعب على الانتخابات للدفع بتيارات شبابية وجديدة وتثبتون هنا أن ثقتكم عالية بالشعب في إنجاز التغيير والإنقاذ دعا صاغ ماجد أيضا تعذرني سأجيبك على هذا وأجيبك أيضا بالتفصيل لكن فقط يعني أعرج على قضية البرامج الانتخابية نعم الدكتور عبد الرزال التحدث أنه قال أنه كل الأحزاب ليست لديها برامج من عام 2003 لحد الآن هذه حقيقة لكن ربما في الأيام القريبة الماضية ظهر علينا التيار الصدري وأخرج يعني قال هذا برنامج 13 نقطة سنبني لكم يعني نتعهد ببناء خلال ثلاث سنوات نبني 3000 مدرسة خلال ثلاث سنوات نكمل بناء المستشفيات هذا ليس برنامجا هذا ضحك على الناس البرنامج يجب أن يكون برنامجا وطنيا ينهي الطائفية يعيد الحقوق للناس يخرج المعتقلين يخرج المساكين ينهي العدالة يعيد القانون يعيد الثروات العراقية يستطيع إعادة تأميم الثروات العراقية لأهلها النفط هذا الذي سرق بهذا الشكل البرنامج وبرنامج محترم أما أنت بني 3000 مدرسة هذه لأي مقاول شريف وما أكثر الشرفاء في العراق تعطيه فلوس تخصص له فلوس يبني لك 3000 مدرسة يبني لك 6000 مدرسة وعن حاجتنا إلى 12000 مدرسة عدنا ما أدري إيش قد 10000 9000 مدرسة طينية فيبني لكها ويكمل لك المستشفيات تطيه فلوس لا يحتاج إلى رئيس وزراء ولا تير صدري يقعد على كرسي رئاسة الوزراء ولا يحتاج هذا البرنامج المعيب المضحك هذه واحدة الثانية كنت تسأني قبل قليل عن قوة شبابية قوة شبابية كيف يعني عليهم أن ندفعهم أو القوة المناهضة يعني يجب أن تدفع هذه القوة ليس لها ثقة القوة المناهضة لاحتلال والعملية السياسية لها كل الثقة بالشعب العراقي لكن الشعب العراقي ليس لديه ثقة بالعملية السياسية ليس لديه ثقة بالإطار الموجود السياسي الموجود الشعب يقاطع الانتخابات لأنه لا يثق بهذه القوة لا يثق بهذا الصندوق ولا يثق بهذه العملية التي يسمونها عملية انتخابية هذه ليست لها ليست لها علاقة بالديمقراطية هم يريدون أن نختصر الديمقراطية بالحديث عن الديمقراطية بصندوق الاختراع هذا وهذا اللي كله تزوير وكل لعب والآن الكاظمي يصر على أنه إحنا لن نسوح بالتزوير ولا يقول لنا ويقول يعني شفافية ونزاهة ولا يقول لنا أين خط الشروع بالشفافية ونزاهة هل هو في قاعة التصويت هذه يعني مجرد ما أدلي بصوتي بداخل قاعة التصويت وما يزور به إذا شفافية ونزاهة تحققت أم هي خارج هذا الفساد والخراب والأعزاب والمال السياسي الذي يستخدم والدعايات والسلاح المنفلت والميليشيات والتأثير هذه كلها فبالتالي الشباب هذا عندما توفر له الظروف مثل ما تحدث الدكتور عبد الرزاق وتحدث الدكتور ثامر أن تتوفر له الظروف والمناخ والأرضية الوطنية الصحيحة والطبيعية يذهب إلى التصويت نعم عندها سيكون صندوق الاختراع لكن أن يذهب لكي يعطي لهؤلاء مبرر لكي يقولوا أن الشعب قد انتخبناه ولم ينتخبهم هذه كذبة يعني في عام 2018 لم يشارك إلا 18% قالوا 47% المشاركة والأمم المتحدة التي تعرف كل القصة لم تصرح بهذا وكل المراقبين مثل أم كانوا كم مراقبين مثل هؤلاء لم يقولوا أين الحقيقة بهذا الموضوع وسيكذبونه في هذه المرة أيضا نعم لذلك يعني الآن كثير من العراقين يقولون ما حاجتنا للأمم المتحدة بوجودها في العراق الآن وهي التي تقول أنها جاءت من أجل العراقين واجل بناء العراق وهي في نفس الوقت تدعو العراقين للذهاب بالمشاركة في انتخابات طائفية محاصصية تحكمها الأحزاب وتحكمها الميليشيات وليس لها علاقة بالديمقراطية فهناك تناقض في هذه القضية إذن الشباب يعرف مصيرها ويعرف حقوقها ويعرف واقع الحال لذلك لا يذهب إلى هذه الصناديق لأنها مضي على الوقت وكذب على الناس وضحك على الناس والقوة المناهضة تعرف هذه القضية لذلك لا تدفع هذا الشباب بالعكس يعني الحق يقال أنه قاطعوها لأنه لا تستطيعون أن تردوهم على لقل قاطعوهم وهذا ما حصله والمقاطع هنا قرار جريء وعقلي ومنطقي جدا ووطني لأن المقاطع لمثل هذا العمل الردي هو حق ومطلوب أشكرك دكتور عبد الرزاق الكاظمي يعني يوم أمس غرّد على أنه هذه الانتخابات هي استجابة لثورة التشرين ومتظاهرية التشرين الانتخابات المبكرة ما كانت لتكون لو لا ثورة التشرين هذه الانتخابات هي في الحقيقة استجابة لثورة التشرين الكاظمي طبعا واركان حكومته وكأنه يريد أن يقول أن ما سيتمخذ من هذه الانتخابات القادمة من حكومة وبرلمان هو جزء من مطالب ثورة التشرين خرج من رحم ثورة تشرين يعني هذا دقيق هذا الربط أو ركوب الموجة موجة تظاورات التشرين يا سيدي أولا كل ما ترتب على الثورة التشرين وما قبلها طبعا من ثورة الشعب في المحافظات الغربية وفي المحافظات كثيرة من العراق طبعا كان آخرها هي انتفاضة 2019 حقيقة ما طالب به الشعب العراقي دكتور عبد الرزاق بس سامحني الجماعة يقولوا لي عندنا دقيقتين فإذا ممكن أن يعني باختصار أوكي يعني الأشياء يتحدث فيها الكاظم الحقيقة لا علاقة لها بثورة التشرين أولا اللي غير عادل عبد المهدي هو ما يسمى بالمرجعية اللي هي هذه كارثة تدخل طبعا بالعمل السياسي المرجعية وغيرها هي التي دخلت على الخط وهي التي طلبت استقالة عادل عبد المهدي لم ينفذ أي شيء من مطالب الشعب العراقي وكل ما يجري الآن هو يعادة تدوير لأوضاع وأشكال ونماذج حقيقة الشعب العراقي يرفضها بالمطلق الكاظمي حقيقة كل ما سواه خلال فترة ماضية هو بروفاقاندا دعايا إليه حتى يعاد يعني تجديد ولاية له في مرة ثانية واعتقد هو دي يشتغل على هذا الموضوع أما انتخابات حقيقة لا علاقة لها لا بمطالب الشعب ولا علاقة بأي شيء طالب بي شعب العراقي خلال ساطع السنة سوداء من حياته ومن تاريخه شكرا لدكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام والباحث السياسي كما نشكر ضيفنا هنا في الستوري الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكرنا أيضا لدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق والذين كانوا ضيوف هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في دور البرلمانات السابقة في تخريب العراق في إشاعة الطائفية والفساد كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة